قبل ما نروح لي مباراة الزمالك في السوبر إن شاء الله يوم الجمعة القادمة مين في الجيل حالي للنادي الأهلي شايفوا ممكن يلعب في جيلكم مسلا؟ محمد عبد مينعي محمد الشنوي حمدي فتحي هم دول يعني كانوا علي معلول ما يلعب معكو؟ علي معلول بص علي لعب كبير جدا بس عشان أكون صريح هيطلع من جيل بيرت وهيلاقي محمد عبد الله يرحمه يرحمه محمد أبا يلاقي سيد محاول أبا كتير كان في الحياة علي معلول أعلى جيل بيرتو؟ المقارنات دي مش بحبها علي معلول لعب كبير بدخل مفتاح لعب رهيب كان معالك المباراة مباراة بيقولون علي معلول أحسن محترف جيف تاريخ النادي الأهلي تتفيه أو تختلفه؟ من أفضل ما فيش حاجة اسمها أحسن مش أحسن ولا في أحسن مدافع أنا الكلام ده إحنا في لعبة جماعية لا أؤمن لا أؤمن اسمع بقى الجملة دي أهم عندي من البرنامج كل لا أؤمن أبدا في لعبة جماعية تقولي اتنين وثلاثة لا أؤمن بده وما بسمعش اللي بيقوله كده ليه؟ لأن كل جيل فيه نجوم وكل جيل جماعي بيقدر حاجات كتير فلما نيجي نقول علي الأفضل طيب وجل بيرتو ده إيه أصلمه واحد كان مكسر دنيا وتحس له أهل إيه أساسي جل بيرتو بتكلم عربي في لافيو واحد من أهم رأسات في تاريخ النادي الأهلي من أهم رأسات الحرب بتهاجم المفروض بالناس بتقاتل يمشي قاعد سينين كتير هتدفق أفريقيا الراجل بياخد أي كرة عالية من أي حد حرام يبقى هو وأجيال سابقة فيهم نجوم يبقى حرام فكرة كل جيلة أجياء أقول فلان وفلان لا أنا هدد الكلام ده لأن فيه نجوم تعبت وضحت عشان ترفع اسم